تكتيك التيار الصدري انتهى بمقبولية حكومة السيد محمد الشاع السوداني داخليا وحتى خارجيا تحدث عن واشنطن عن الخليج الآن مرتب وضعه مع الحزب الديموقراطي مع الكرد حتى مع السنة راح يرضيهم ومرح يزعلون الحلبوسي بالتالي هاي المقبولية فندت او جمدت تكتيك التيار الصدري يعني امريكا بالنسبة لها كان ايضا صدام كان لديه مقبولية لحد عام تسعين او قبل اثنين قاب وبعدها انقلب الامريكان على صدام في قضية حرب الخليج الثانية وكانوا قصاد جدا على جيشه وعليه وحتى الشعب العراقي وعليه لا يعول على الرأي الامريكي كل اللي نسمع مثلا حول امضاء السوداني لمجموعة التفاهمات في امريكا يتندرج من ضمن كسب دعم هذه الشركات التي لديها وسائل ضغط على القرار الامريكي في واشنطن للاطار التنسيقي يعني هذا ايضا يفند رواية كانوا يتكلمون بها سابقا حول ان ارتباطك بامريكا هو يعني انعدام الوطنية بمعنى انت خائن بمعنى انت متآمر تريد الشر لهذا البلد هذا ايضا احد الركائز اللي كان يعتمد عليها الاطار التنسيقي في حملت ضد السيد مقتد الصدر ايضا سقطت انطيك مثال قضية حرق القرآن القرآن لكل المسلمين سنة شيعة ذهب الاطار التنسيقي بقياداته واوصل رسائل من على التلفاز وكلنا سمعناها للجانب السويدي انه ما يحدث في العراق هو رسائل سياسية من اجل اعادة نشاط التيار الصدري في حين التيار الوطن الشيعي من اجل المشاركة في الانتخابات المحلية هذه رسالة واضحة من الاطار وقيادات الاطار الى السفارة السويدية والى الدول الغربية انه لا منع لدينا من حرق القرآن بهذه الصورة يعني لا توجد لا توجد اي اعتراض داخل العراق عقائدي كل الاعتراض اللي موجودة اعتراضات سياسية والغرض من المشاركة في الانتخابات كل قادة الاطار تكلمهم بهذا الكلام اذا الركائز الدينية والركائز العقدية وحتى الركائز الجهادية عندما صمتوا على امريكا عندما قتلت اربعين مواطن عراقي ينتمي الى الحجد الشعبي واثنين قادة شنو اللي كانت ردة الفعل مثلا من قيادات الاطار لو كانوا هؤلاء الاربعين قتلوا في زمن حكومة الكاظم شنو اللي راح يكون سؤال خرجوا في اليوم التالي بشروا العراقيين بان هناك هدنة عقدها البطل القائد الملهم محمد اشياء السوداني مع امريكا وروجوا لهذه الفكرة ترح ا protagonist امب غارب 听 ان MAY لا Hund ترجمة نانسى قنقر